بسم الله الرحمن الرحيم بيان ان اهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد العتيق والجديد لكن اولا قبل ما نبتدي في حاجة عايزة رجعها من الحلق اللي فاتت كنا عرضنا هذه الصورة وشرحناها وقلت ان انا هعرب هذه الصورة وعملت بالفعل هذا التشجيل الكتاب المقدس اليهودي تاناخ مش هدخل في تفاصيل نهاردة لان احنا شرحنا كل التفاصيل في الفيديو اللي فات لكن هنفوت بس سريعا قلنا ان الكتاب المقدس الكتب المقدسة اليهودية من وجهة نظر يهودية ما اسمهاش العهد القديم اسمها تاناخ وهم اليهود بيقسموا كتبهم وبيرتبوا اصفرهم بطريقة مختلفة عن النصارى فاليهود بيقسموا كتبهم لتلات اقسام رئيسية التراه ونبيم وكتوفيم تراه يعني التوراة يعني الشريعة نبيم يعني كتب الانبياء وكتوفيم الكتابات الاخرى او الكتب الاخرى في بس نقطة انا مش متأكد منها عدد الاصفار حسب التقسيم اليهودي انا متذكر ان فيه علماء قالوا ان عدد الاصفار حسب تصور اليهود الكتاب المقدس اليهودي 22 سفر لان الابجدية العبرية 22 حرب لكن لما رجعت مبارح وجدت ان فيه علماء كثير بيقولوا لا هم حاليا التناخ 24 كتاب طبعا احنا شرحنا ازاي 39 يتحول لـ 24 يتحول لـ 22 بدل ما مجموعة اصفار تبقى اصفار لوحدها بيجمعوا اكتر من سفر في كتاب واحد وخلاص فالتقسيم او عدد الاصفار مش مهم في حد ذاته المهم ان اول قسم في التناخ هو التوراة اللي بيتكون من التكوين والخروج واللويين والعدد والتثنين بعد كده القسم الثاني اسمه الانبياء نفيئيم او نفييم وبيقسموها لثلاث اقسام الانبياء السابقون نفييم ريشونيم والانبياء المتأخرون نفييم احرونيم وفيه في الاخر الاثنى عشر الانبياء الاثنى عشر الصغار بالعبري تريع عسر فهنا لو شفنا عدد الاصفار دول الخمسة بتوعتورات موسى وبعدين القسم بتاع نفييم الانبياء السابقون نفييم ريشونيم دول يشوع والقضاء والساموئيل والملوك وبعدين الانبياء المتأخرون نفييم احرونيم الشعية وارمية وحسقيال وبعدين الاثنى عشر كلهم في كتاب واحد يبقى الغاية هنا هم 13 سفر هو شع وملاخ ويقوله زكريا وكذا اللي اتنشر الانبياء الصغار كلهم في كتاب واحد وبعدين القسم الاخير الكتوفين او الكتب الاخر بيقسموها قسمين والجزء الاخير ده مش محتوط له تصميم اول قسم اسمه اسفار الحق سفري امت اسفار الحق المزامير والامثال وايوب وبعدين فيه اللفائف الخمس حمش ماجيلوت اللفائف الخمسة نشيد الانشاد وراعوث والمراثي والجامعة واستر والهمش ماجيلوت دي الاصفار اللي بيتم قراءتها في الهيكل او في المذبح او في دار العبادة اليهودية ايا كانت ده اللي انا متذكره يعني وبعدين في الاخر دانيال وعزرة ونحمية واخبار الايام يبقى ده الكتاب المقدس اليهودي حسب تصور اليهود العبرانية ندخل بقى في الفصل التاني اللي بيتكلم عن ان اهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد العتيق والجديد اول حاجة حابب ااكد على معلومة في غاية الاهمية قبل البعثة النبوية الشريفة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبل ما علماء المسلمين يشتغلوا في موضوع مصطلح الحديث وعلوم الحديث وعلم الرجال والجرح والتعديل والكلام ده كله والمسلمين بقى يتكلموا في موضوع السند والمتن واتصال السند وشروط صحة الحديث والكلام ده كله المسيحيين واليهود ما كانش عندهم اي علم بالمواضيع دي خالص والنصارى ما كانوش هيعرفوا اصلا كلمة سند غير من المسلمين غير باحتكاكهم مع المسلمين وما كانوش هيعرفوا شروط الحديث الصحيح وشروط قبول الاخبار والكلام ده كله غير باحتكاكهم مع المسلمين انا بقول الكلام ده ليه علشان في بعض المنصرين اللي بيوصلوا المستوى الوحش في التنصير اللي هو بقى قمة الفجور انه يقولك الكتب المقدسة دي منقولة بالتواتر يا خيابا جحتك وانت كنت تعرف اصلا يعني ايه سند وماتني علشان تقولي ان الكتب منقولة بالتواتر انت تفهم اصلا يعني ايه تواتر انتو عندكم اصلا في ادبياتكم حاجة سمعها تواتر تحس كده ان المنصرين دول يعني بيعملوا شغل اللي حافظ مش فاهم لأ المسلمين بيتكلموا عن التواتر والسند فرح قالك اه دي حاجة حلوة اصلهم المسلمين بيحبوا الحاجات دي علشان الحاجات دي بتأكد صح الدينهم وانه هما نقلوا دينهم صح يبقى احنا كمان عندنا سند احنا كمان عندنا تواتر دي صفحة رواسخ على تويتر وطبعا مركز رواسخ مركز كبير جدا ولو مجهودات ممتازة جدا في موضوع نقد الالحاد واثبات وجود الله وكل عندهم انطلاق موقع رواسخ في حلته الجديدة ندخل كده على موقع رواسخ هنلاقي فيه هنا مقالات فيه مقال اسمه اقانيم الاله وفيه مقال اسمه انقطاع اسانيد كتب اهل الكتاب دول مقالتين لي محمد شهين التاعب على موقع رواسخ فانا اتمنى ان انتو تقروا المقالة بتاعت انقطاع اسانيد كتب اهل الكتاب المهم يبقى اليهود والنصارى اهل الكتاب ما يعرفوش حاجة اسمها سند اصلا علشان نكلمهم في انقطاع سند الموضوع عندهم يا جماعة ابعد بكتير جدا من انقطاع سند هم ما يعرفوش اصلا يعني سند احنا بنتكلم في مستوى اكبر بكتير ابجديات التحقق من مدى موثوقية ومصداقية الكتب المقدسة مش موجودة اي اسئلة تاريخية ممكن تسألها الاهل الكتاب من اليهود والنصارى علشان تحاول من خلالها انك تتحقق من مدى موثوقية ومصداقية الكتب لن تجد لها اجابات دي اولا ندخل بقى لكلام الشيخ رحمة الله الهندي بيقول اعلم ارشدك الله تعالى انه لابد لكون الكتاب سماويا واجب التسليم ان يثبت اولا بدليل تام ان هذا الكتاب كتب بواسطة النبي الفلاني ووصل بعد ذلك الينا بالسند المتصد بلا تغيير ولا تبديل والاستناد الى شخص ذي الهام بمجرد الظن والوهم لا يكفي في اثبات انه من تصنيف ذلك الشخص وكذلك مجرد ادعاء فرقة او فرق لا يكفي فيه الكلام ده بقى لو جيت تشرحه للمسيحيين للأسف الشديد هيجدوا فيه صعوبة شديدة في انهم يفهموا الكلام ده ويقبلوه وانا لا انسى ابدا ان في مرة من المرات كان فيه واحد بيسأل يعني رأس اللهوت الدفاعي في الكنيسة القبطية الأرثدوكسية القمص عبد المسيح بسيطة بالخير المفروض ان هو اللهوت الدفاعي ده معناه باختصار يعني كيف ندافع عن الديانة المسيحية ضد طعون غير المسيحيين زي المسلمين مثلا فكانوا بيتكلموا عن مسألة الاناجيل الاربعة من الذي كتب الاناجيل الاربعة علشان نقدر نعرف الكتب دي مكتوبة بوحي ولا لا حطيلي منهجية ازاي نقدر نعرف ان الكتب دي محابية من الله فكان من ضمن الاسئلة يعني من هو متى عايزين نعرف اسم متى قلنا اسمه متى ده يعني معلومات عنه فالقمص يعني كانت اجابته عجيبة جدا انت هتطلع له بطاقة كان واحد بيسأله اسم الثلاثي ايه متى اسم الثلاثي ايه وبغض النظر ان انا ممكن اتنزل ان مش مشكلة ان احنا نعرف اسم الثلاثي لكن لازم تكون عندنا المعلومات التاريخية التي تؤدي في النهاية الى اننا نعرف معلومات عن هذه الكتب توصلنا لليقين ان بالفعل الكتب دي مكتوبة بوحي من الله عز وجل علشان خاطر نبدأ نتكلم عن موضوع اتصال السند ده لازم نفهم تاريخ انتقال نص الكتاب المقدس ونقدر نقسم تاريخ انتقال نص الكتاب المقدس لمرحلتين اساسيتين المرحلة الاولى مرحلة التكوين ومرحلة التدوين ومرحلة الكتابة وتاني مرحلة هي ما بعد مرحلة الكتابة والتدوين مرحلة النشر الانتشار النسخ التداول ما بين الناس فيما يخص اول مرحلة مرحلة التدوين مرحلة التكوين مرحلة الكتابة كيف نشأت هذه الاسفار واصبحت موجودة اصلا اول حاجة لازم نعرفها مين هو صاحب هذا السفر السفر ده جيه للوجود على ايد مين من هو اول شخص عرفنا هذا السفر وسلمه لنا يعني ايه الكلام ده يعني باختصار شديد بالنسبة القرآن الكريم القرآن الكريم جه عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي وصل لنا القرآن ابتداءا النبي محمد صلى الله عليه وسلم علم القرآن للصحابة الصحابة علموا للتابعين لغاية ما القرآن وصل لنا يبقى اول الخط هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم طب النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن من اين؟ تعلم القرآن من جبريل عليه السلام ملاك الوحي وجبريل عليه السلام عن رب العزة تبارك وتعالى كويس اول نقطة دي عند النصارى وعند اليهود مشكلة ولازم ندخل بقى في مرحلة تانية في غاية الاهمية ايه هي بقى؟ فيه فرق كبير جدا جدا ما بين التاريخ والإيمان يعني ايه فيه فرق ما بين التاريخ والإيمان؟ التاريخ يعني المعلومات التاريخية المعلومات الحقيقية ما حدثة بالفعل والإيمان يعني ما تسلموه اليهود وما تسلموه النصارى عن آبائهم وعن كهنتهم وعن رهبانهم فيما يخص اعتقادهم حول هذه الأصفار الإيمان إمتى يبقى صحيح؟ لما الإيمان يكون موافق للتاريخ لما الإيمان يكون موافق للواقع لما الإيمان يكون موافق للحقيقة فعلا كويس قوي لما نيجي نسأل عن من الذي كتب أصفار الكتاب المقدس هنعمل بقى فيهرس العهد القديم ده فيه إيه؟ أصفار موسى الخمسة التوراة التكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية الخمسة دول لما نيجي نطرح عنهم سؤال من الذي كتب هذه الأصفار الخمسة هنلاقي أن فيه إجابة إيمانية تقليدية وفيه إجابة تاريخية نقدية هنا الشيخ بيقول أنه فيه كتب منسوبة إلى موسى عليه السلام وهنا تحديدا هو بيتكلم عن نقطة هامة هنرجع لها بس الفكرة إيه لما تيجي تسأل مسيحي تقليدي أو يهودي تقليدي أصفار موسى الخمسة أصفار التوراة الخمسة مين اللي كتبهم هيقولك سيدنا موسى طيب لما تيجي بقى تسأل من الناحية التاريخية من الناحية النقدية مين اللي كتب هذه الأصفار هيقولك هذه الأصفار مجهولة المؤلف إحنا ما نعرفش مين اللي كتبها ليه لأن احنا ما عندناش الأدلة التاريخية اللي تقود في النهاية إلى أننا نستنبط أن بالفعل سيدنا موسى هو اللي كتب أصفار موسى الخمسة ولما نيجي نتكلم عن الموضوع ده لازم نفرق ما بين يا جماعة فيه فرق ما بين أنت عايز تؤمن وزي ما المسلمين بيؤمنوا أن سيدنا موسى ربنا أنزل عليه كتاب اسمه التوراة دي قضية وما بين الأصفار الخمسة اللي ما بين إيدنا دلوقتي تكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية الأصفار دي هي التوراة وكتبها سيدنا موسى عليه السلام دي نقرة ودي نقرة تانية خلص وبالمناسبة عايزين نأكد على نقطة هامة جدا أيها المسلمين بيؤمنوا إن الله عز وجل أنزل كتابا اسمه التوراة على سيدنا موسى عليه السلام هل التوراة اللي أنزلها الله عز وجل على سيدنا موسى هي أصفار موسى الخمسة لا أمال إيه أصفار موسى الخمسة وإيه أصفار الكتاب المقدس دي أصلا في الغالب من الناحية النقدية من الناحية التاريخية هذه أصفار تم كتابتها في وقت متأخر من تاريخ بني إسرائيل غالبا بعد العودة من السبي البابي حاول اليهود أنهم مرة تانية يستعيدوا تراثهم ويستعيدوا مجدهم وقال لك أول حاجة لازم نعملها هي أننا نعيد تكوين الأصفار المقدسة ونعيد تكوين الشريعة ونعرف ما هي الوصايا والشراعة والأحكام اللي ربنا يريدها مننا فبدأوا في تكوين هذه الكتب أصفار موسى الخمسة وهكذا وهكذا طب ممكن يكون في الأصفار اللي ما بين إيدنا دلوقتي بقايا من إرث نبوي سابق آه ممكن لكن هذا الإرث النبوي السابق لم يتحول عن طريق التحريف إلى الأصفار اللي ما بين إيدينا لا ده في ناس قاعدة تكتب كتب وكان عندها مصادر كتير مختلفة قديمة ممكن من ضمن هذه المصادر حاجات كانت ما زالت محتفظة ببعض بقايا الإرث النبوي سواء عن سيدنا موسى والطوراء أو أنبيع بني إسرائيل التانيين وهم استعانوا بهذه المصادر اللي احنا أصلاً ما نعرفهاش ويجمعوا منها أصفار كتبهم المقدسة اللي موجودة ما بين إيدنا دلوقتي عشان كده احنا لما بنجي نتكلم عن أصفار الكتاب المقدس بنقسم الأصفار إلى نوعين أصفار مؤلفة وأصفار محررة أصفار مؤلفة يعني إيه؟ يعني زي رسائل بولس كان بيكتب من دماغه بيستجمع من دماغه لكن أصفار محررة زي إيه؟ زي تقريباً كل أصفار العهد القديم والأناجيل الأربعة وأعمال الرسل إن الكاتب مكانش بيجمع من دماغه أو يمكن كان بيجمع من دماغه لكن القضية إيه؟ إن هو بيعتمد على مادة سابقة الوجود بيجيبها سواء بقى المادة دي نقلت له بالمشافهة فبيجيبها من ذاكرته أو من وثائق قديمة أو مصادر قديمة أو مراجع قديمة وبيجيب منها وبيكتب بيرتب وبيزبط وبيبدل وبيغير وبيكتب فكل أصفار العهد القديم تقريباً هي كتب محررة والأناجيل الأربعة كتب محررة وأعمال الرسل أيضاً الكتب المؤلفة هي الرسائل والرؤية وزي ما قلت بلكده الفرق الرئيسي ما بين المؤلف والمحرر هو إن الكتاب المؤلف بيعتمد في الأساس على أفكاري الشخصية لكن الكتاب المحرر إن أنا عندي مادة بحاول أستفيد منها وأكتب كتاب جديد طبعاً كل دا بيذكرنا بقول الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتابة بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلة فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون نقطة كمان حبيب أقولها فيما يخص الجانب التاريخي النقدي الموضوع دا له قصة والمفروض إن احنا نفهمها في الأصل الكنيس الكبيرة كانت يا إما الكنيس الأرثوديكسية الشرقية يا إما الكنيسة الكاثوليكية الغربية والمفروض إن المسيحيين كانوا نوعاً ما كلهم يعني مفيش ما بينهم انشقاقات وصراعات كبرى لغاية ما جاء مجمع خلق دونيا سنة 451 وحصل خلاف كبير ما بين الشرق والغرب فالشرق سموا نفسهم الأرثوديكس والغرب سموا نفسهم الكاثوليكي لكن الشرق والغرب كانوا هما اللي اتنين متفقين على مبدأ واحد إن الديانة المسيحية ديانة قائمة على فكرة التقليد زي ما شرحنا قبل كده فأحنا بنقلد اللي سبقونا اللي سبقونا هما اللي نقلوا لنا الدين طبعاً المفترض إن مدام المسيحيين عندهم الفكرة دي فيبقى المفروض يكون عندهم بقى تصور للسند واتصال السند وصحة السند لا خالص هي مجرد أفكار نظرية الدين الحق هو الذي كان عليه المسيح عليه السلام وأصحابه طيب هل احنا بالفعل اتنقلنا اللي كان عليه المسيح عليه السلام وأصحابه هما بيدعوا ده وبيقولوا إن آباء الكنيسة هما اللي نقلوا اللي كان عليه المسيح عليه السلام وأصحابه طب فين بقى الأسانيد واتصال السند ومعايير دراسة هذه الأسانيد والأخبار المنقولة بالأسانيد مفيش 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 هي مجرد فكرة والدعاء فالمهم ان الأرثوذوكس والكاثوليك كان عندهم ناس الفكرة دي كل واحد فيهم رغم ان هم بيكفروا بعض وحرموا بعض وقالوا انا اللي هدخل الجنة انت مش داخل الجنة والتاني قالوا نفس الكلام لكن في النهاية هم اللي اتنين بيدعوا ان احنا كناس تقليدية وبنقبل التقليد ومشيين على منهج الاباء اللي قبل مننا طبعا تاريخ الكنيسة الكاثوليكية في الغرب اصبح تاريخ معروف وازاي ان الكنيسة الكاثوليكية تجبرت وتسلطت على البلاد والعباد وبقت دخلة في الاقتصاد وبقت دخلة في السياسة وبقت بتتحكم في الملوك وتحرك الجيوش وهكذا الشعب المسيحي العامي عوامل المسيحيين خلاص كانوا زهقوا من القبضة الحديدية للكنيسة عليهم وقامت ما يسمى بالثورة البروتستانتية بروتستانت بروتستانت يعني معترضين على الكنيسة وعلى سياسات الكنيسة وهكذا المهم ان البروتستانت مع الوقت قالوا يا جماعة احنا مش عايزين نقع فيما وقعت فيه الكنيسة نعد ندعي بقى كلامه ومع لهوش دليل ونقول ان هو ده الدين ونلزم بين ناس لا احنا عايزين نضع قواعد وضوابط واصول على اساس هنقدر نفرق ما بين الحق والباطل ونعرف ايه الدين وايه اللي مش من الدين وهو ده معنى النقد بالدال النقد يعني الفرز يعني انت عندك حق وباطل وتريد ان تفرز الحق عن الباطل تترك الباطل ترمي بعيد وتلتزم بالحق فبدأوا يتكلموا في نقد التراث المسيحي نقد التراث المسيحي على رأسه النقد الكتابي نقد الكتاب المقدس لان البروتستانت كان عندهم مشكلة زي ما قلنا مع الكنيسة الكاثوليكية ان الكنيسة الكاثوليكية كانت بتقول ان في بعض الاسفار هي ضمن الكتاب المقدس اللي هي الاسفار القانونية التانية اللي موجودة في الترجمة السبعينية اليونانية لكنها غير موجودة في النص العبن البروتستانت وجدوا ان الكنيسة الكاثوليكية بتبني عقائد على نصوص موجودة في الاسفار القانونية التانية فكان عندهم فكرة سكوك الغفران وزواية فضايا القديسين وعقيدة المطهر وانا اتكلمت عن الموضوع ده بالتفصيل هحاول احط لينكات تحت في وصف الفيديو على قد مقدر فالمهم في النهاية البروتستانت قالوا طب الاسفار دي هل فعلا هي جزء من الكتاب المقدس ولا لا ووصلوا في النهاية ان احنا هنرفض هذه الاسفار وبعدين في النهاية بدأ يتكون ما يسمى بيه علم النقد الكتابي النقد الكتابي يعني ايه يعني احنا عندنا تراث متعلق بالكتاب المقدس ونحن نريد ان نفرز الحق عن الباطل فيما يخص هذا التراث فنصل الى ما هو الحق فيما يخص عقائدنا بالكتاب المقدس فالمهم ان العلماء قسموا النقد الكتابي الى قسمين قسم اسمه النقد الاعلى وقسم اسمه النقد الادنى النقد الاعلى هو المتعلق بكل الاسئلة التي تدور حول السفر او الكتاب من الذي كتب هذا الكتاب؟ متى كتب هذا الكتاب؟ اين كتب هذا الكتاب؟ ما هي المصادر التي اعتمد عليها عندما كتب الكتاب وهكذا؟ كل الاسئلة دي اللي حوالين الكتاب وحوالين النص وفهم النص ده نقد أعلى طب النقد الأدنى يسمى أيضا النقد النصي textual criticism النقد النصي معناه تحقيق النص نفسه إن أنا أدرس مخطوطات الكتاب وأقارن ما بين المخطوطات حتى أصل إلى أقدم وأصح شكل للنص أو لو أنا قدرت أعيد تكوين النص الأصلي المهم إن شغلة النقد الأدنى أو النقد النصي أتأكد إن النص اللي أنا بقرأه ده هو بالفعل جزء أصيل من الكتاب وإن مؤلف الكتاب بالفعل كتب النص ده يبقى في النهاية بمجمل النقد الكتابي المفروض المسيحي يصل إلى الحق فيما يخص الكتاب المقدس يبقى أنا حددت النص وعرفت كل المعلومات المتعلقة بهذا النص حتى أصل إلى الفهم الصيح والتفسير الصيح لهذا النص فيبقى بنات إيماني المسيحي على الحق برافو المشكلة بقى إن لما العلماء المسيحيين بدأوا يشتغلوا في النقد الأعلى والنقد الأدنى وتطبيق النقد التاريخي على الكتاب المقدس فخرجوا بالنقد الكتابي نتائج النقد الكتابي كانت في أشياء كثيرة جدا مخالفة للإيمان التقليدي للكنيسة هما للأسف أو لسوء حظهم كان هدفهم من النقد الكتابي إن هما يوصلوا للحق فيتأكدوا ويتيقنوا من إن اللي هما عليه ده هو الحق ويعرفوا يحددوا الحق من الباطل فيلتزموا بالحق وصلوا في النهاية الإيه؟ إن لا توجد معايير نقدر نتيقن من إن في أي حق في الموضوع أصلا يعني إيه الكلام ده؟ يعني فيما يخص النقد الأعلى فيما يخص أصفار موسى الخمسة فيما يخص على سبيل المثال سفر التكوين من الذي كتب هذا الكتاب؟ ما نعرفش مجهول طب متى كتب؟ برضو ما نقدرش نعرف تحديدا طيب ما هي المصادر التي استقى منها النص؟ برضو ما نقدرش نعرف فوجدوا من خلال العلوم اللي هما وضعوها إن اللي احنا نقدر نتأكد منه واللي احنا نقدر نتأكد منه في ديانة المسيحية ضعيف جدا جدا وقليل جدا جدا ومحدود جدا جدا ولعل اللي احنا نقدر نوصله أو نقدر نعرفه هيطلع في الآخر مخالف للإيمان المسيحي التقليدي اللي احنا نتعلمناه نرجع تاني الموضوع السنة احنا لو عاوزين نقول إن في أي كتاب الكتاب ده موح به من الله ولا لا أول حاجة لازم نعرفه عن أي كتاب من الذي جاء بهذا الكتاب محتوى الكتاب ده جم نين مين اللي كتبه طب وانا يهمني ايه؟ أعرف مين اللي كتب الكتاب علشان أقدر أعرف هل هو مكتوب بوحي ولا لا طب هو يعني مفيش طريقة تانية من خلالها أعرف إن الكتاب مكتوب بوحي ولا لا ده سوء المهم فيما يخص القرآن الكريم أحنا عندنا رفاهية إن القرآن نفسه من خلال دراسة نصه ومن خلال دراسة تاريخه تقدر تتأكد من خلاله هو إنه كتاب موح به من الله وهو نفسه هيدلك على مين اللي كتبه هو نفسه هيقولك إنه هو موح به من الله وهو نفسه هيقولك إنه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو نفسه هيديلك وسائل من خلالها تقدر تتأكد هو من عند الله ولا لا والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة شوف الموضوع عظيم إزاي في الإسلام بالنسبة بقى الكتب أهل الكتاب لما تيجي تدرس كتب أهل الكتاب المشكلة الكبيرة إنك لو اعتمدت على دراسة النص نفسه النص مش هيقولك إنه مكتوب بوحي من الله النص مش هيقولك مين اللي كتبه ده في الغالب الأعم فيما يخص أصفال كتاب مقدس النص مش هيقولك إزاي تتأكد النموحة به من الله لإنه ما تدعاش ده أصلا ابتداء فيبقى في النهاية لا يوجد ادعاء داخلي في نص الكتاب النموحة به فيبقى لازم نتحقق من ده بدليل خارجي وحنعرف إزاي ده بدليل خارجي إن احنا نشوف بقى هو مين اللي كتب هذا الكتاب وهل كان نبيا أم لا وهل هو ادعى إن هو كتب هذا الكتاب بوحي ولا لا فهتبقى مسألة تاريخية نتحقق منها لما نيجي بقى ندور في المسائل دي فيما يخص الديانة المسيحية أول سؤال من الذي كتب في مشكلة احنا مش قادرين نتحقق من من الذي كتب الشيخ رحمة الله الهندي بيأكد على نقطة في غاية الأهمية في كل الجزء ده إيه هو؟ إن الادعاء وحده لا يكفي وإن لابد من الدليل يعني إيه الادعاء وحده لا يكفي وهضر المثال في غاية الأهمية احنا لما نيجي نتكلم عن القرآن الكريم هل القرآن الكريم بيدعي النموحة به من الله؟ آه القرآن بيقول القرآن بيقول لنا النموحة به من الله في عشرات الآيات عند الشخص المحقق مجرد الادعاء لا يكفي لذلك القرآن بيعطي لك طرق مختلفة إزاي تتأكد إنه من عند ربنا من ضمنها على سبيل مثال التحدي القرآني أن نأتي بمثل القرآن أن نأتي بمثل صورة من صور القرآن دي من ضمن الوسائل للقرآن أشار إليها علشان تقدر تتأكد إنه من عند الله طيب يبقى احنا لما نيجي نتكلم عن الوحي على الأقل نلاقي ادعاء وبعدين نتحقق من صحة الادعاء طب بالنسبة لأصفار الكتاب المقدس هنكتشف إن مجرد الادعاء غير موجود لما نيجي بقى نتكلم عن كتبة الأصفار هو مين اللي كتب هنلاقي إن النصارى واليهود بيدعوا أصفار موسى الخامسة كتبها سيدنا موسى الأنجيل الأربعة كتبها ماتة وموركو سلوقة ويوحنة أيوة إيه الدليل كيف نستطيع أن نتثبت من ذلك مفيش طب هل مجرد الادعاء يكفي وخلي بالك إحنا في عندنا نوعين من الادعاء ولنفترض إن ده سفر من أصفار الكتاب المقدس كويس لو إحنا بنتكلم عن من الذي كتب هذا السفر في عندنا يا إما دليل داخلي أو دليل خارجي دليل داخلي يعني إيه يعني النص نفسه بيصرح بمن الذي كتبه لو النص نفسه بيصرح يبقى إحنا هنبتدي بقى ندور نتأكد من صحة الادعاء طب لو النص نفسه لا يصرح بالكاتب يبقى إحنا بنتكلم عن كتاب من خلال نصه كاتبه مجهول وهنضطر بقى ندور بقى على أدلة خارجية علشان نحاول نعرف المجهول ده هنقدر نعرفه ولا سيظل مجهولا في حال أصفار الكتاب المقدس أغلب الأصفار ليس عليها دليل داخلي تدل على الكاتب فهي في الأصل أصفار مجهولة الكاتب ثم لا نجد الأدلة التاريخية اللي بتزيل هذه الجهالة كلام ده مهم طب بالنسبة لبعض الأصفار التانية التي تدعي إن شخص معين كتبها زي مثلا بعض النصوص اللي موجودة في الرسائل أو بعض النصوص اللي موجودة في العهد القديم إن أنا فلان كتبت الرسالة أو ده مزمور لداود أو ده نشيد لسليمان اللي ادعاء موجود يبقى لابد أن نتحقق من صحة الادعاء لما نيجي نتحقق من صحة الادعاء هنصل لحالة من ثلاثة أولا يا إما الادعاء ده يكون صحيح وده ما بيحصلش ما فيش أدلة بتثبت ده فالادعاء واحده لا يكفي الحالة التانية إن الادعاء ده باطل وهذا كذب وغش وتزوير وفي أدلة بتدل على ذلك والحالة التالتة ودي حالة ندرة إن الاسم لا يدل على علم معين يعني مثلا السفر ده كتبه يوحنى يوحنى مين بالظبط؟ فيه عشرمائة واحد اسمه يوحنى فبالتالي آه هو بيدلنا على اسمه لكن لا يفيد علم شخص معين وما عندناش الأدلة التاريخية اللي تخلينا نوصل إنه العلم الشخص المعين فيبقى وجود اسمه زي عدبه حلوة أود فيه بقى مشكلة جوهرية الكتب المقدسة اليهودية مجموعة ضمن أدب يهودي والكتب المقدسة المسيحية ضمن مجموعة أدب مسيحي يعني إيه؟ يعني إحنا لما بنرجع مرة تانية لمشكلة قانون الكتاب المقدس بنعرف على سبيل المثال إن المسيحيين كانوا يعرفوا أناجيل كتير غير الأناجيل الأربعة اللي هم اختروها وكان عندهم كتب أعمال كتير غير كتاب أعمال الرسل اللي هم اختروها وكان عندهم رسائل كتير وكتب رؤية كتير غير الرسائل اللي هم اختروها وكتاب الرؤية اللي هم اختروها كذلك بالنسبة للأدب اليهودي كان فيه أصفار كتير هم اختاروا من ضمنها الكتاب المقدس اليهودي او قائمة الاسفار اللي موجودة في الكتاب المقدس اليهودي اللي ما بين ايدينا النهاردة دلوقتي حاليا بنقدر نعرف ان الادب المسيحي والادب اليهودي يمكن تقسيمه الى 3 اقسام رئيسية القسم الاول الكتابات او الكتب او الاسفار القانونية الكتب القانونية الكتب الموحة بها من الله ده اول قسم القسم الثاني كتب صالحة للقراءة وكتب صالحة ان احنا نتعلم منها لكنها ليست قانونية وليست موحة بها من الله القسم الثالث كتابات منحولة كتابات مزورة كتابات مزيفة كتابات لا ينبغي للمؤمن انه يتعلم منها اي حاجة واللي فيها معلومات في الغالب خاطئة ده اللي عليه المسيحيين دلوقتي فيما يخص الادب المسيحي القديم وده اللي عليه اليهود دلوقتي فيما يخص الادب اليهودي في عندهم كتب قانونية وفي عندهم كتب صالحة للتعليم والقراءة وفي عندهم أصفار منحولة مزورة وكذلك النصارى احنا دايما بنسأل سؤال في غاية الأهمية ما هي المعايير ما هي القواعد ما هي الضوابط ما هي الأدلة ما هي البراهين ما هي الحجج اللي بتخليكم قادرين تفرقوا ما بين الكتاب المقدس والكتاب اللي مش مقدس الكتاب الحقيقي اللي كتبه نبي من الأنبياء والكتاب المزور الذي يدعي إنه كتبه نبي من الأنبياء إذن في كتب مزورة بتدعي إن كتبها نبي من الأنبياء أو كتبها رسول من رسل المسيح والكنيسة قالت إن دا كتبه تزوير أو اليهود قالوا إن دي كتب منحولة مزورة ما كتبهاش موسى فعلا ما كتبهاش النبي دا فعلا آه في كتير يبقى من هنا بقى بنعرف إيه من هنا بنعرف إن حتى لو السفر دا بالنسبة للأدب المسيحي لو السفر دا بيدعي إن كاتبه واحد من رسل المسيح هذا الادعاء وحده لا يكفي وبالنسبة للأدب اليهودي لو جبنا أصفار هي بتدعي إن كتبها سيدنا موسى أو كتبها إشعية أو كتبها أي حد من الأنبياء مجرد الادعاء لا يكفي ليه لأن النصارى بالفعل حكموا على هذه الكتب إنها مزورة اليهود بالفعل حكموا على هذه الكتب إنها مزورة رغم الادعاءات اللي فيها يبقى الادعاء واحده لا يكفي دا لو موجود أصلا لأن في أصفار ما فيهاش أصلا مجرد الادعاء هنا بقى الشيخ رحمة الله الهندي بيأكد على النقطة اللي أنا لسا إيه لها دي إن في كتب كتير بتنسب نفسها لأنبياء العهد القديم أو لتلاميذ ورسل المسيح واليهود والنصارى حكموا عليها إنها كتابات مزورة بنرجع برضو نسأل سؤال مهم جدا طب إذا كان اليهود حكموا على كتب إنها مزورة وقبلوا كتب الكتب اللي قبلوها دي أكيد عندهم أدلة خلتهم يقبلوها في الواقع لا تجد إيه يتبعون إلا الظن يعني إيه يعني هم بيظنوا إن الكتب اللي هم اختروها كتبها رسل وتلاميذ المسيح فعلا أو كتبها أنبياء العهد القديم فعلا وإن الكتب اللي هم رفضوها وإن الكتب اللي هم قالوا عليها مزورة ومنحولة هم بيظنوا إن هي بالفعل مزورة ومنحولة بل إن في نقطة في غاية الأهمية بعض البروتستانت للأسف الشديد أو لسوء حظهم يعني حاولوا يحطوا قواعد وضوابط الكلام ده اتطبق على الأصفار المزورة المنحولة المزيفة فيبقى ده دليل إنها مزورة ومنحولة ومزيفة وده اتطبق على الكتب المقدسة القانونية يبقى ده دليل إنها كتب مقدسة قانونية النقطة دي أنا قلتها كتير جدا جدا وهو أفضل أكررها أي شرط أو قاعدة بيضاعها المسيحي علشان يثبت بيها إن الكتب دي منحولة أو مزورة سيجد إنها بتنطبق أيضا على الكتب اللي هو قابلها وأي شرط المسيحي هيضاعها علشان يقول هو ده شرط القبول هيجد إن الشرط ده بينطبق على الأصفار اللي هو رفضها وعملنا فيديوهات كتير عن الموضوع ده وعملين قيمة طويلة عن موضوع القانون والمشاكل اللي حولين القانون لذلك في النهاية نهاية الحال المسيحي لا يملك إلا إنه يسلم لما قابلته الكنيسة وكذلك اليهودي لا يملك إلا إنه يسلم لما قابله اليهود مع التأكيد مرة تانية إن اليهود ما بينه وبين بعض خلافات حول القانون والنصارى ما بينه وبين بعض خلافات حول القانون ومازال ده موجود إلى اليوم وكل ده زي ما قلت أبل كده من أكبر الأدلة على الإطلاق إن ده دين باطل ومليان مشاكل وحصلوا تحريب فهنا الشيخ بيقول والله ده في حاجات انتوا رفضتوها وهي منسوبة إلى موسى أو بتدعي ده وانتوا حكمتوا عليها بالتزوير يبقى مجرد الادعاء ليس دليلا فقالك برضو نفس الكلام بالنسبة لكتب النصارى أنا جيل ورسائل ورؤة كثيرة منسوبة إلى المسيح عليه السلام والتلامين والمسيحيين بيقولوا إن هذه الكتب من الأكاذيب المصنوعة طبعا إنت بقى لو عاوز تعرف طب إيه هي الكتب دي إنت بس لو دورت إيه أبوكريفا العهد القديم أبوكريفا العهد الجديد يعني إيه أبوكريفا العهد القديم؟ يعني الأصفار التي تم رفضها فهي ليست من العهد القديم لكن هي المقصود يعني إيه؟ إن ده التراث اليهودي اللي محطوط تحت عنوان أبوكريفا أبوكريفا يعني كلمة بتستخدم الآن بمعنى منحول أو مزيف أو مزور ففيما يخص الأدب اليهودي في أبوكريفا العهد القديم وفيما يخص الأدب المسيحي في أبوكريفا العهد الجديد أنا طبعا لإن تخصصي أكتر في موضوع مسيحية فعندي مراجع فيما يخص أبوكريفا العهد الجديد بالعربي دي سلسلة عملها واحد اسمه سكندر شديد هي أبوكريفا العهد الجديد جزء عن الأناجيل المنحولة وجزء عن الأعمال والرسائل المنحولة وجزء عن الرؤى المنحولة لو جينا على سبيل المثال المثال لا الحصر لو بصينا على الأناجيل المنحولة هنلاقي ده الفهرس فهرس المحتويات قالك فيه أولا أناجيل طفولة إنجيل تومة إنجيل يعقوب فيبقى ده كتاب منسوب لتومة تلميذ المسيح وده كتاب منسوب ليعقوب تلميذ المسيح إنجيل آلام إنجيل بوتروس وإنجيل نيكوديموس بوتروس تلميذ نيكوديموس تلمين إنجيلان غنوسيان إنجيل تومة تلميذ إنجيل يوحنة تلميذ خلي بالك في بعض الكتابات تجد مش منسوب لحد إنجيل الطفول العربي لكن دي كتابات بتنسب إنجيل تومة يعني هي بتدعي إن كاتبها تومة ده موجود في صفحة رقم 21 آه ده هو إنجيل تومة الإسرائيلي صفحة رقم 21 هذا النص يحمل عنوان طفولة الرب يسوع في مخطوط سورياني بغض النظر هنا بيقولك إيه بقلم تومة فيلسوف إسرائيل هنا بيقولك لا علاقة إلي هذا الإنجيل بإنجيل تومة الغنوسي يعني ده إنجيل وده إنجيل المهم يعني شوف بدايته إيه كتاب تومة الإسرائيلي الفيلسوف في الأشياء التي صنعها الرب وهو لا يزال طفلا أنا تومة الإسرائيلي الأمة هتوجه إليكم أنتم جميعا الذين عرفتم عن أخطاء الوثنيين لتعلمه روائع طفولة ربنا يسوع المسيح وما صنعه بعدما ولد في بلادنا ها هي بداية ذلك هو بيدعي إنه إيه تومة طب سيبك من ده لأن هنا مش واضح قوي هو تومة مين تومة مش موضح بالظبط ممكن يكون تومة التلميذ ممكن يكون واحد غيره طيب لكن عايز أأكد إن مجرد الإدعاء ده مش موجود أصلا في الأنجيل الأربعة شوف مثلا الإنجيل الغنوسي بتاع إنجيل تومة في 173 آدي الإنجيلان الغنوسيان وآدي إنجيل تومة مكتوب هنا إيه الكلمات الخفية ليسوع الحي كتب لك هنا إيه هذه هي الكلمات الخفية التي قالها يسوع الحي ونسخها ددم يهوذة تومة نشوف مثلا إنجيل يعقوب التمهيدي في الصفحة رقم 31 آدي يهو إنجيل يعقوب التمهيدي هنا بيقول إيه ده المقدمة بتاعة إسكندر شديد ده يقدم المؤلف نفسه وقد يكون يهوديا متنصرا من الشتات شقيق يسوع من زواج أول ليوسف في آخر الإنجيل خالص بيقول إيه بقى أنا يعقوب الذي كتب هذه القصة لجأت إلى الصحراء إيبان تمرد أثاره في أرشليم المدعو هيرودوس ولم أعد إلا بعدما هدأت البلبلة إنني أحمد الله الذي منحني مهمة كتابة هذه القصة لتكن النعمة مع الذين يخشون سيدنا يسوع المسيح الذي له المجد والقوة مع الآب الأبدي وروح القدس الموحي الآن ودائما وإلى أبد الآبدين آمين اللي أنا عايز أوصله في النهاية إن مثل هذه الكتابات اللي الكنيسة رفضتها على الأقل فيها أسماء بتقول مين اللي كتبها وده غير متوفر في الأنجيل الأربع وغير متوفر في أغلب أصفار العهد القديم خلي بالك برضو من ضمن النقاط اللي بيأكد عليها الشيخ رحمة الله الهندي وجود خلاف ما بين اليهود ما بينهم وبين بعض والنصارى ما بينهم وبين بعض حول عدد الأصفار ينفي وجود سند متصل لو كان فيه سند متصل لو كان فيه تاريخ حقيقي صحيح موثوق يدلنا ما كانش حصل خلاف وهو ده اللي حصل مع المسلمين أنه أي خلاف بسيط كان دار ما بين الصحابة حول الصورة دي من القرآن ولا مش من القرآن كان بيزول فورا بأن باقي الصحابة يجتمعوا ويقروا وعندهم اليقين ده من القرآن وخلص الكلام المصحف ده بيمثل القرآن بيمثل القرآن خلص الكلام لذلك أنا دايما بقول عايز تعرف الفرق ما بين دين الحق وأي دين تاني باطل شوف المسلمين واقعهم عامل إزاي وشوف غير المسلمين واقعهم عامل إزاي يا أخي ده حتى المسلمين عندهم الروايات أن لما جي سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ينسخ المصحف اللي جمعوا سيدنا أبو بكر الصديق ويعمل منه نسخ الصحابة كانوا بيقولوله إيه ادرك المسلمين قبل ما يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى بينضرب بهم المثل لأنه معروف اليهود ما بينهم وبين بعض اختلفوا حول كتبهم إزاي والنصارى ما بينهم وبين بعض اختلفوا على كتبهم إزاي واليهود اتهموا النصارى والنصارى اتهموا اليهود فين مع كل ده اتصال السنة المسلمين عندهم إجماعات على حاجات كتير في المقابل تجد أن أهم أركان الديانة عند أهل الكتاب اليهود والنصارى ما عندهمش فيها إجماع وهو ده عين ما يظهر الباطن لأن لو كانت الأدلة التي تقود إلى الإجماع موجودة كانوا اجتمعوا لكن هذا التشتت والاختلاف خول هو ده المفروض يبقى ضمن كتاب المقدس ولا لا من أكبر الأدلة على غياب الأدلة فهنا قالك يا عم ده في كتب كنيسة بتقبالها والتانين بيرفضوها ده في حد ذاته دليل على إن مفيش سند متصل مفيش الأدلة التي تؤدي إلى الإجماع هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيأكد على نقطة تانية فإذا كان الأمر كذلك فلا نعتقد بمجرد استيناد كتاب من الكتب إلى نبي أو حواري أنه إلهامي أو واجب التسليم يعني إيه؟ يعني ما يكلش معانا مجرد النسبة ما يكلش معانا مجرد الانتساب إيه ده الكتاب ده بتعمين ده بتعمل تمر أسلوكا إيه الدليل هالدليل ده التوراة اللي كتب سيدنا موسى إيه الدليل مع التأكيد على إن أغلب الكتب دي لا تدعي أصلاً فتحتاج إلى دليل خارجي إيه الدليل الخارجي مفيش دليل وكذلك لا نعتقد بمجرد ادعائهم بل نحتاج إلى دليل وهنا بيقولك الحالتين يا إما الكتاب نفسه بيدعي برضو نحتاج دليل يا إما الكتاب ما بيدعيش وهم اللي بيدعوا وبردو نحتاج دليل هنا الشيخ بيقولي أن احنا طلبنا منهم كتير فين السند فين السند فقالك اعتذر بعض القسيسين في محفل المناظر التي كانت بيني وبينهم فقال الجملة دي تتبروز إن سبب فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن على المسيحيين إلى مدة ثلاثمائة وثلاثة عشر سنة الله العظيم لو أنت أدركت الجملة دي وماذا معناها هتعرف أن الأديان دي رسالة موسى عليه السلام لم توجد لتبقى رسالة عيسى عليه السلام لم توجد لتبقى وأن أكيد مع هذه الظروف أكيد أكيد لازم الديانة تتحرم وعلشان كده الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم علشان يرجعهم تاني للعقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح والدين الصحيح هنا هو بيتكلم عن النصارى سبب فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن على المسيحيين إلى مدة ثلاثمائة وثلاث عشر سنة هو يقصد إيه؟ لما بنشوف التاريخ المسيحي وهذا لا يخفى على أحد أصلا يعني أي مطلع على التاريخ المسيحي هيعرف أن وقوع المصائب والفتن من أهم أسباب ضياع المسيحية وتحرفها وفي نفس الوقت اللي بيتطلع على تاريخ اليهود هيعرف أن وقوع المصائب والفتن من أهم أسباب انحراف اليهودية وتحرفها لما بنجي نتكلم عن النصارى بنلاقي أن من البداية المسيح بعثة وفلسطين كانت تحت الاحتلال الروماني والرومان كانوا كده كده بيتطهدوا اليهود لأن كانت فيه أحداث قبل بعثة المسيح عليه السلام وثورة المكابيين وحوارات كتيرة كده فالمهم أن لما تشوف تاريخ اليهود هتلاقي أن فيه مرحلة حاسمة اسمها السابي البابيلي اللي حصل فيها ضمار أرشاليم من ساعتها وأرشاليم دي كانت بتتضمر كتير وهو ربنا كان بيعاقب اليهود بسبب انحرافهم عن اتباع الوصائي والشراء والأحكام ربنا كان بيسلط عليهم أعداءهم فأول واحد وأكبر واحد عمل كده كان نبو خذ نصر لما دخل أرشاليم ودمرها وهدم الهيكل وسواها بالأرض وسباهم وخدهم أسرة إلى بابل العراق بعدين رجعهم من السابي وحصلت أحداث تاريخية تانية كتير كذا مرة كان بيجي حاكم مفتري يدخل فلسطين يجيب عليها وطيها ويسويها بالأرض ويدمرها تقريبا الكلام ده حصل ثلاثة واربع مرات في التاريخ اليهودي منهم آخر مرة اللي تمت في التاريخ المسيحي واللي المسيحيين قالوا ان المسيحي تنبأ بيها حصل في القرن الأول ميلادي ضمار الأرشاليم وكانوا كل شوية لما يحصل ضمار يحاولوا يبنوا تاني يحصل ضمار يحاولوا يبنوا تاني لكن بعد الضمار اللي حصل بعد رفع المسيح عليه السلام للسماء ما متلهم شؤومة تاني فيبقى أصلا المسيحيين لأن المسيح عليه السلام كان رسولا إلى بني إسرائيل بني إسرائيل كانوا أصلا تحت الطهاد ولما خرجت المسيحية من رحم اليهودية بقى اليهود بيتطهدوا النصارى والرومان بيتطهدوا اليهود والنصارى وبعدين حصل بقى واقعة تدمير الهيكل الأخيرة دي فتقريبا قضت على اليهود خالص ففضل النصارى النصارى بقى كان فيه ما صنع الحداد مع الإمبراطورية الرومانية لغاية النصف الأول من القرن الرابع الميلادي وطبعا فكرة الاتهادات اللي حصلت للمسيحيين معروفة وكتب عنها المؤرخين النصارى وكتب عنها يوسابوس القيصاري في كتاب تاريخ الكنيسة الرومان كانوا مبهدلين النصارى آخر بهدلة وكانوا بيحربوهم وكانوا بيموتوهم وكانوا بيحرقوا كتبهم المقدسة كل دي ظروف يعني لو الدين فضل محافظ على نفسه مع كل هذه المصائب والفتن تبقى معجزة لغاية ما الامبراطور قل لك خلاص يا جماعة عدد المسيحيين كان كبير وقال لك يعني الموضوع ده عام الفتنة والبلاد لن تستقر بهذه الطريقة فقال لك خلاص احنا هنقبل المسيحية كديانة في الامبراطورية الرومانية بل لعل وعسد احنا هنخليها الديانة الرسمية وانا هبقى مسيحي الامبراطور يعني وعملوا بقى المجامع المسكونية ومن وقتها بقى فيه رخاء ودنيا زي الفل لكن طبعا مع دراسة التاريخ المسيحي بيتتعقن بملادع مجلا للشك ان العقيدة المسيحية انحرفت انحراف كبير جدا 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 وعلى رأس هذا الانحراف في القرن السادس الميلادي خلاص الدنيا تأهلت لبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل اطلع على اهل الارض فما قتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب شوية كده مسيحيين كانوا فعلا لسه على المسيحية الحقيقية وكانوا قلة قليلة متهضة ومتبعترين كده في الارض لان احنا لان المسيحيين كانوا وصلوا المرحلة في القرن الخامس الميلادي بعد الانشقاق اللي حصل في مجمع خلق دونيا سنة 451 ميلادية قرن الخامس الغرب مع الامبراطورية كانوا كاثوليك بيتطهدوا الشرق المسيحي ودي كانت من ضمن اسباب ان النصارى في مصر فرحوا فرحا شديدا بالفتح الاسلامي لان الفتح الاسلامي رفع عنهم الظلم المسيحي الكاثوليكي الروماني المهم في النهاية بتيجي تشوف ان لعل وعسى اليهودية كانت شدة حلها شوية لغاية ايام سيدنا داود وسليمان لكن قطعا بعد السبي البابلي لا الدنيا ادهورت وفقدوا كتبهم واتحرقت كتبهم ومقدساتهم ضاعت وكذا مرة كانوا بياخدوا على افاهم جامد لا يمكن مع كل هذه المصايب ان هم يحافظوا على كتبهم ويحافظوا على دينهم كذلك النصارى استمر هذا الكلام لما تشوف بقى التاريخ الاسلامي تجد اه المسلمين كانوا في البداية 13 سنة ولا اكتر متهدين مستضعفين لكن بص على القصة في اواخرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتح مكة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجع المدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمل حجة الوداع وكان معه مئة الف صحابي وخلاص كانوا المسلمين سيطروا على جزيرة العرب وبدأوا في تكوين امبراطورية حتى مع بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وظهرت حروب الردة برضو المسلمين انتصروا وبدأوا يتوسعوا اكتر واكتر فالمسلمين في اهم مراحل تاريخهم كانوا قوة عظيمة وهذه القوة وهي اللي حفظت على الدين مكناش قلة قليلة متهضة من كل من هبوا دب علشان كده المسلمين بهذه القوة عملوا مدارس علمية وحفظوا على دينهم وأصالوا لدينهم ودونوا تراثهم ودونوا تاريخهم وحفظوا على كل ما يجب الحفاظ عليه عشان يضمانوا ان هم على الدين الحق وان اللي هم عليه ده هو الحق وهو الاسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الجملة دي في غاية الأهم فقدان السند عندنا سببه وقوع المصائب والفتن على اليهود والمسيحيين اليهود من أول السبي البابلي وانتطالع لغاية بعثة المسيح وانتطالع لو احنا قلنا ان اليهود فضلوا دايماً بياخدوا على دماغهم من أول السبي البابلي لغاية بعثة المسيح ولما ظهرت المسيح والمسيحية فضلوا ياخدوا على دماغهم لغاية القرن الرابع الميلادي امتى الدين دا تحفظ خلي بالك ان اهم مصادر الديانة اليهودية واهم مصادر الديانة المسيحية ظهرت في الفترة اللي هي من القرن التاني قبل الميلاد للقرن التاني بعد الميلاد الفترة الزمنية دي اليهود لما وجدوا ان فيه الديانة اسمها الديانة المسيحية دا كان داعي بالنسبة لهم ان لا احنا لازم نزبط دينا شوية علشان اللي بيدعوا ان هما يهود دول وهم مش يهود لا لازم نزبط الدنيا ونفصل كتبنا عن كتبهم ونفصل عقدتنا عن عقدتهم فعشان كده في اواخر القرن الاول ميلادي وخصوصا بعد دمار الهيكل ان زي ما قلت ان بعد المسيح رفع للسماء ارشاليم اتدمرت مرة تانية فقال لك لا احنا لو ما زبطناش الدنيا الدنيا احنا هنضيع فقعدوا يحاولوا يجمعوا اللي يقدروا عليه في مجمع جميلة وكذا وكذا انت متخيل ان انت مثلا يكون معاك كتبك المقدسة وبعدين يجي واحد يهجم على بلدك ويدمرها ويسويها بالارض ويحرقها ويحرق كتبك وده منصوص عليه في تاريخ بني اسرائيل في العهد القديم وبعدين ياخدك ويجليك برا بلدك وتقعد مثلا تمانين سنة ماسبي ولا اربعين ولا ستين ايا كان يعني جيلين يعيشوا السبي وبعدين فجأة ترجع بلدك تحاول تبنيها من اول وجديد وتحاول تشوف بقى اللي ضاع منك واللي انت فقدته وان الكلام ده مايحصل لكش مش مرة ولا مرتين ثلاثة او اربع مرات الموضوع صعب هنا الشيخ بيقول وتفحصنا في كتب الاسناد لهم انا معرفش ايه كتب الاسناد بتاعتهم لكن غالبا هو يقصد الكتب اللي بتحاول تدافع عن الكتاب المقدس وعسمة الكتاب المقدس والكلام ده ده لو صح ان احنا نسميها كتب اسناد الواقع ان انت لو جيت سألت مسيحي والله يعني خلينا اطلع على كتب الاسناد اللي عندك يعني هيقولك يعني ايه مفيش حاجة في دينا اسمه كتب الاسناد طب يعني عند المسلمين ايه كتب الاسناد الكتب المسندة القرآن برواياته وقراءاته المنقلة بالتواتر سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسندة والمنقلة بالتواتر كتب السيرة المسندة كتب الاسناد كتب الرجال كتب اللي فيها التاريخ والتراث والرونة عشان كنا انا دايما بقول بابسط طريقة تعرف من خلالها هو الاسلام دين الحق ولا لا وقدي الاسلام بيبان جبل ضمن حاجات يعني متوضعة جدا شوف التراث الاسلامي بمقابل تراث الديانات الاخرى انا دايما بضرب مثال كل التراث المسيحي شاكب راكم من فوقه لتحته من ايام المسيح عليه السلام لغاية القرن الرابع الميلادي لغاية قبل مجمع نقيا سنة 325 ميلادية يتلم في 10-15 مجلد بلا ادنى مبلغة كل التراث المسيحي على مدار 3 قرون الجيل الاول المسيح واصحابه الجيل اللي بعده التابعين اللي هم الاباء الرسوليين بعد كده قبع القرن الثاني بعد كده قبع القرن الثالث كلهم كل دول كل دول 10-15 مجلد حجم كبير رفف مكتبها او يمكن نص رفف في المقابل انا اكاد ازعم ان تراث المسلمين في القرون الثلاثة الاولى يمكن لسه المسلمين لغاية النهاردة ما حسروهوش وان لسه فيه كتب لغاية النهاردة مخطوطة لسه ما اتطبعتش واللي انا بقوله ده طلبة العلم عارفينه كويس وكل سنة بنلاقي رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه في تحقيق كتب تراث ما كانتش اتطبعت قبل كده متخيل؟ طبعا مش بيبقى فيها جديد لان اللي عندنا كفة وفة بس هو تراث ضخم 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 انا متخيل ان فيه بعض التابعين تملى مكتبه كتبه تملى مكتبه لوحده الامة الاربعة الامام الطبري ابن عبد الدنيا ايه يا جماعة؟ طب تتكلموا في ايه؟ في الاخر الشيخ بيأكد على قاعدة ان الظن في هذا الباب لا يغني شيئا يا جماعة لازم نفهم ان احنا بنراهن على حياة ابدية اما جنة واما نار ان الظن في هذا لا يغني شيئا ماينفعش انا عارف ان فيه ناس كتير بتقولك يعني احنا عندنا وساوس وعندنا شكوك والله دي كلها قلة علم وقلة تقوى وقلة عبادة قلة علم في المقام الاول انت لو بس يعني خدت شوية مجهود ان انت تقرأ كتابين ثلاثة في موثوقية القرآن كتابين ثلاثة في موثوقية السنة الدنيا هتخلص لو بس شفت حل اليهود والنصارى هتتأكد بملادة احنا في مستوى ابعد من كده بكتير اشجاب لجاب مفيش مقارنة هنا الشيخ بعد كده بيبتدي بقى يتكلم عن حالة توراة ومش عارفين لكن انا ساكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو عشان مش عايز كل فيديو يكون كبير اوي ان شاء الله في فيديو قادم هنتكلم عن كلامه فيما يخص كتب العهد القديم وبعدين فيديو اخر فيما يخص كلامه عن كتب العهد القديم لو حاز هذا الفيديو على اعجابك فلا تنسى ان تضغط على زر اعجابني ولا تنسى ان تقوم مشاركة الفيديو مع اصدقائك المهتمين بهذا الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو انت شايف ان هذا المحتوى استحق الدعم والرعاية فقم بزارة صفحتنا على بيتريون او بيبال او حتى قم بالانساب للقناة ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو الى ان تلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته